التهجير إلى سيناء وهي مسألة شددة على رفضها القادة في مصر وفي الأردن الرئيس السيسي الملك عبدالله بن الحسين هذه المسألة كانت تقال في الخفاء خلف أبواب مغلقة ربما الآن يتحدثون علنا عنها القادة الإسرائيليون عن مسألة تهجير الفلسطينيين إلى أهل غزة إلى مصر والسيناء وأهل الضفة إلى الأردن اللي هي بالضبط تصفية القضية الفلسطينية التهجير القصري بهذا العدد الكبير يعني تصفية القضية الفلسطينية لا أعتقد أن واحد فينا في مصر أو في السعودية أو في الجزائر أو في المغرب أو في السودان أو في العراق نمت يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولات أنه يمكن إسرائيل أو يسهل الأمور لإسرائيل وأنهم يفرغوا الأرض من النداء وبالتالي يصفوا هذه القضية موقف اللي عبر عنه الرئيس الرئيس السيسي واللي عبر عنه الملك عبدالله واللي عبر عنه الأمير بن فرحان كان واضح جدا أنه هذا الموضوع مرفوض دولة واحدة تقدر ترفضه إنما الأقوى أنه يبقى معاك موقف عربي متنامي في هذا الموضوع لا يمكن نقبل به لكن البعض يقول بأنه الضغوط الشديدة التي تمارس على كل من مصر والأردن يعني قد يكون لها كلام آخر أنا ما أعتقدش أن هذه الضغوط لها منطق يعني إيه؟ أنا هقول لك الإسرائيليين ومنطق لمن يؤيدهم كانوا بيتكلموا عن شريط على الحدود مع إسرائيل وغزة ويقابلوا من الثاني من ناحية الثانية شريط يمكن يكون أقل شوية وحيوط أقل طبعا وده يعملوا فيه دوع من الدولة الفلسطينية مش بقى غايزة بس لا الدولة الفلسطينية وخلاص خلصنا بقى وهم ياخدوا الضفة وياخدوا الضفة ثم لما لقوا إنه ده صعب وإن مصر وقفة وده كان منقفها مش بس ابن النهاردة لا منقفها من سنوات ما فيش تهكير مش حنقبل هذا الكلام الشريط ده شرط خليه شريط عندكم إنه مش حيبة عندنا أبدا يمكن في فترة الإخوان المسلمين كان فيه كلام تاني في هذا الشيء إنما الخط وتحدث عنه الرئيس بمحمود عباس الخط آه الخط آه طبعا أنا جبت معرفته من محمود عباس من اللي قاله هو مقاله له محمد مرسل هو آه كده أظن هو آه كده أبو مازل يعني فالنهاردة بيتطوره المقضة بيتطور يقول لك هتبقى فلاجرنت قوي تبقى مفضوحة قوي إنك تعمل شريطه ويبقى كأنه مصر بتناسلت عن السيادة لا خدوهم في مصر في وادي النيل يبقى مجمودين في سهاج وفي المينيا وفي أليوب وفي مرسى مطروح يعني يدوبوا مع مندابوا إحنا عندنا تسع مليون آه نما تسع مليون دول جنب لمأسات إنسانية آه ولظروف أخرى نما ده فيها وضع استراتيجي يخل بالوضع الأمني في المنطقة كلها ليه؟ لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية وستبقى مصر والأردن رافضتين لهكذا السيناريو حتى مع استغلال أزمتهم الاقتصادية؟ يعني أنا الحقيقة متأكدة مش متأكدة أنا عايز أقول أنا ما عنديش حد اللي أكد لي نما بين منطق الأمور أنا أرى أن هذا الطرح اللي جرى طرح استراتيجي كبير جدا تقول به الدولة ويؤيدها فيه الشعب ودي مسألة مهمة جدا لأنه إذا واحد فيهم خلف هيحصل فوضى كبيرة جدا سواء في كل الدول العربية لأنه لأنه مش مقبول إطلاقا تصفية القضية الفلسطينية تصفيتها يعني نكون أجزاء منها جزء منها إزاي ولذلك أنا أسخ في كلام اللي قاله الرئيس والملك والوزير شكرا للمشاهدة تصفية القضية تصفية القضية شكرا